موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها المتابعون الكرام في هذه المداخلة الاستثنائية على كل أوجه والأصعد إننا أريد هنا أن أخاطب عقولكم وأخاطب قلوبكم أيها العرب أيها المسلمون أي يا بني الإنسان في هذا العالم إن الإنسان يعاني على وجه هذه الأرض إن الإنسان صار عدو للإنسان إن الأمن يذهب رويداً من هذا العالم إن السلم صار بعيد صار الإنسان يقتل الإنسان صار الإنسان يكيد للإنسان صار الإنسان عدواً للإنسان صار الإنسان يريد أن يعيش في أمان ويرى أمانه إلا بأن يترك آخر يعيش في الرعب والخول إنني حزين على أوطاننا حزين على مواطنين حزين على حكامنا حزين على محكومين حزين على الجميع لأننا نمر بمرحلة صعبة عندما أتأمل ما نعيشه أتألم إلى درجة لا يمكن وصفها عندما أرى الأم تبكي في سوريا على فلذات أكبادها الأم في اليمن تحب على فلذات أكبادها الأم في العراق تصرخ وتقول وتستنجد لتحمي فلذات أكبادها والأم في لبنان أيضا تدفن فلذات أكبادها والأم في فلسطين تحرم من دارها وفلذات أكبادها والأمهات في دول أخرى يعيشن نفس المآسي فإن كنا نحن قد اشتقنا إلى أحضان أمهاتنا اشتقنا إلى قهوة أمهاتنا اشتقنا إلى خبز أمهاتنا فهناك الأمهات اللواتي يتمنينا رؤية أو معرفة قبور أبنائهم إننا نعيش في ألم حقيقي في سوريا ما الذي رأيناه عندما يقتل أكثر من مليون بشر ويشرد الملايين اتركوا الاتهامات هذه ضد ذاك وأتركوا هذه المعلومات التي تأتي من هنا وهناك فيها الغث والسمين وتقف خلفها جهات تدرك أنها تستثمر كل ذلك من أجل مصالحها حزين على الأم في سوريا حزين على الأم في اليمن حزين على الأم في العراق حزين على الأم في بيروت ولبنان حزين على كل الأمهات في كل الدول للأسف العالم كله يدعي أنه إنساني يدعي أنه يدافع عن حقوق الإنسان ولكن كل ذلك يجري في إطار المصالح والمصالح المضادة نعم لا يمكن أبدا أن يتحقق السلم ويتحقق الأمن على وجه هذه الكورة الأرضية وهناك من يضرمون لا يمكن أبدا أن تحقق أي أمان للبشرية ويكون هذا الأمان على أنقاذ بشر آخرين يذبحون في سوريا ويطاردون في العراق وتدمر بيوتهم في اليمن وتفجر منازلهم في لبنان ويطردون من ديارهم ومن أرضهم في فلسطين لا يمكن أن يتحقق الأمان أن لك في دولتك وعلى حدودك دول أخرى تشتعل لا يمكنك أبدا أن تحافظ على أمنك القومي في محيطك الجغرافي والدول التي من حولك تتآمر عليها أو تعمل على تصدير ثورتك أو مشروعك إليها من أجل الحفاظ على وطن والله إن الأمن القومي العالمي يرتبط بعضه ببعض ولا يمكن أن يهنأ هؤلاء في الغرب إذا لم يكن هناك سلم في الشر الدم الإنساني واحد البشر على كرامة واحدة فلا يمكن أن تستهان بكرامة آخر في وطنه وتريد أن تستثمر تلك الدماء وتحولها إلى برميل نفط وغاز أو تحول عظامهم وأجسادهم إلى مجرد ثروات تتاجر بها في المحافل الدولية إنني حزين على الإنسان حزين على الأوطان حزينا على وطن على وطن يلحق بالوطن الآخر عندما نرى هذا الوطن يبكي وبعده يلحقه آخر يبكي ونحن للأسف لم نتطعذ بهذه التجارب كم من وطن عربي عاشا ووطن إسلامي عاش حرب الأهلية لقد بكت الأمهات في أفغالستان وبكت الأمهات في الصومال وبكت الأمهات في الشيشان وبكت الأمهات في لبنان في الحرب الأهلية وبكت الأمهات في العراق وبكت الأمهات في الجزائر خلال التسعينات وبكت الأمهات في سوريا وبكت الأمهات في لبنان في ليبيا وبكت الأمهات في سوريا وما زالت أمهات سيلحقنا بالأمهات السابقات ولكن لم يضطع ذي الحاكم ولا المحكوم لماذا لا نعتبر من هذه الدروس ونتعايش ونفكر مع بعضنا البعض من أجل أن نعيش في أمان لماذا لم يحدث هذا؟ لماذا كل هذه الألام؟ لماذا كل هذه الأحزان؟ لماذا صار خبزنا اليومي؟ هو دماء شعوب أخرى نتلذذ بها عبر أخبار عاجلة تأتين عبر الفضائيات وكل فضائية لديها أجندتها ومهمتها وصدقوني الدولة التي تتآمر على دولة أخرى فهي تعمل لصالح أجندة عندما ينتهو من الدول الأخرى سيأتي دورها والأيام بيننا سجال إننا نريد أن نعيش في أمان المسلم نريد أن يعبد ربه في أمان يريد أن يعيش في بيته في أمان لا تحيط به مخاطر لا يحيط به الخوف لا يحيط به أي شيء وهو الأمر نفسه لكل شعوب الأرض يجب أن تعيش الجميع في أمان وهذا لا يمكن أن يتحقق ما دام هناك اللهث حول المصالح ما دام هذا يكيد لذاك ما دامت هناك إديولوجيات الاستعلاء في الأرض إديولوجيات الهيمنة على الآخرين إديولوجيات السيطرة على مصادر الثروة لدى الآخرين الثروة فوق الأرض وإن عشنا في أمان وسلام سيتوزع هذا الخير على الجميع إن كان هناك تعاون وهناك تحاب وهناك تعايش فكل واحد يعيش وفق ما يناسبه في الدين والدنيا ولكن للأسف الأمر غير ذلك فقد بلغت الشراسة بالإنسانية إلى درجة أن أصبح عالم البشر أحقر بكثير من وحوش الغاب هل يعقل أن نرى أجساد الأطفال تفجر بتفجيرات هل يعقل أن يصل الإنسان إلى أن يتحول إلى أداة قتل وتدمير كم من رأينا من مشاهدي تعافها وحوش الغاب أو يعافها وحوش الغاب وناس يتلذذون بذبح أناس بقتل أناس بتفجير أناس في بيوتهم الآمنة هل وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الوحشية والله ما يحدث الآن لو عدن به إلى سنين خلت لا عافه الأجداد ولا تورعوا عنه ولا ابتعدوا على ما يحدث مهما كان دينه ومهما كانت ملته ولكن للأسف بدل أن تتطور البشرية وتتحذر وتتعلم وتزداد القيم الإنسانية تجذرا ذهبنا إلى التجذر والتقدم والتطور نحو وحشية تنسي الوحشية التي سبقتها كم من تنظيم إرهابي ظهر وأنسى في التنظيم الذي سبقه كم من غزو واحتلال أجنبي أنسى في الاحتلال الذي سبقه فالوحشية تزداد وتتناثر وتحول الدين عند البعض هو قتل الآخرين وتحولت الحضارة عند البعض إلى تدمير دول الآخرين وتحولت القوة عند البعض إلى نهب خيرات الآخرين أن تكون قوياً تقوياً بقيمك الإنسانية قوياً بالعدالة الدولية قوياً بحماية الإنسان داخل وطنك وحمايته في الوطن الآخر هكذا هكذا هذا هو التطور هذه الحضارة الحضارة الإنسانية تكون في قيمها الإنسانية ما يحدث الآن ليست حضارة إنسانية ليست حضارة إنسانية ولا يمكن أن تكون حيوانية بل شيء آخر لا يمكن أن يوصف إلا بأنها لا علاقة لها بالإنسان ولا علاقة لها ببني البشر والذين جبلوا على الحب جبوا فيهم الخير وفيهم الشر طبعاً ولكن هناك إرادة هناك إرادة لأن يتغلب الخير على الشر ولكن للأسف الشر الآن أصبح يعم هذه الأرض شر دول وشر منظمات وشر تنظيمات وشر هيئات وأشرور كثيرة أغرقت الإنسان وحولت الكثير من البشر يكرهون الحياة يكرهون أن يعيشوا بين بني جلدته في ظل هذا الواقع المزري وفي ظل هذه للأحزان وفي ظل هذه الفوضى الحقيقية في ظل هذا الاضطراب الأخلاق الذي مس العالم ما الذي يجب علينا؟ نحن كمسلمين يجب علينا أن نحافظ على أوطاننا يجب علينا أن نعود إلى قيم الخير التي زرعها فينا الدين شريعتنا السمحاء لديها مقاصدها ومن بينها حفظ الإنسان وحفظ العقيدة وحفظ الدين وحفظ الناس نعم هذه وحفظ الناس هناك قيم راقية جداً لا يمكن أن تجدها في أي قوانين فوق الأرض حتى وإن بلغت منتهى الحضارة لكننا للأسف الشديد للأسف الشديد إن تدين أحدنا فإنه يبحث يبحث على أن يجعل لنفسه جماعة أو تنظيم وإذا التزم يريد أن يرى الآخرين كلهم على الضلال حتى صار التكفير فن والتفسيق والتبديع فن والتضليل فن والتخوين فن وتعددت هذه الفنون بدل أن تكون فنون خير زادت في الشر وأصبح الناس يكرهون بعضهم بعضاً هذا ينتمي إلى جماعة الفلانية والآخر إلى جماعة الفلانية كلهم تحت الدين وهذا يكره ذاك وذاك يكيد إلى ذاك وذاك يفسق ذاك وذاك يبدع ذاك ما لهذا أنزلت الشريعة سمحاً وما لهذا وما لهذا جاءت القوانين والمواثيق الدولية وما لهذا يناضل الناس من أجل إرساء دعائم العدالة الإجتماعي أقسم بالله أنني حزين وخائف على وطن الجزائر وعلى أوطاننا جميعاً والله إننا إذا بقينا على هذا الحال من الكراهية وصارت شبكات التواصل الاجتماعي بدل أن تساهم في توعية الناس وتربيتهم وتثقيفهم وتحويلهم إلى أدوات خير داخل أوطانهم تحولت إلى أدوات هدامة تستعملها المهدمون والمخربون في تخريب أنفسهم وفي تخريب أوطانهم وعندما بعد ذلك عندما تفقد وطنك عندما يقولون لك افعل كذا افعل كذا هدم خرب وبعد ذلك عندما تخرب وطنك سيتباكون عليك يتباكون على العدالة الدولية يتباكون على حقوق الإنسان ولكنهم لن يوفروا لك شيء فالدول إن وفرت لكها إن فقدت وطنك وإن تم توفير لك شيء سيوفرون لك خيمة في صحراء قاحلة وعنوان لمنظمات دولية لمساعدة اللاجئين وتتحول إلى مجرد إلى مجرد اسم أو رقم تجمع باسمك التبرعات في محافل كثيرة عندما أقول هذا الكلام أنا لا أقصد جهة معينة أو أريد هؤلاء كلهم الذين نراهم في المخيمات هم ضحايا هذه الكراهية ضحايا أنظمة للأسف الشديد بدل أن تحمي المواطن وتحمي الوطن تحولت إلى وحش كاسر لا لشيء إلا بسبب أطماع أشخاص في هذه المنظومة كي يحافظوا على حكمه اللعنة على حكم أريد أن أحافظ عليه وتيكون على حساب جماج أبناء وطن واللعنة على معارضة أريد أن أنتم إليها وهدف الوصول إلى الحكم وأفعل كل ذلك حتى لو كان على حساب جثث المواطنين أن تبكي مواطنة في بلد ما فصوتها ونحيبها من المفروض يهز وجداننا جميعا ولكن للأسف الشديد لا نعتبر ولا نطعر ولا نأخذ الدروس والعبر من المحن التي نعيشها والفتن التي نمر عليها أنا حزين أنا حزين بمعنى الكلمة حزين عندما أرى هذا يحرر رد ذات بدل أن نتحول إلى كتلة واحدة ندافع عن أوطاننا ندافع عن أمننا ندافع عن استقرارنا لا نفتح عقولنا إلى هذا ولا إلى ذات تحولنا للأسف الشديد جاءت شبكات التواصل الاجتماعي بدل أنها تتحول إلى مناظر نصل بها إلى بعضنا البعض نتعاول نوصل الأفكار إلى بعضنا البعض نتعلم من الآخرين نفتح آفاق للتعارف والعلاقات الإنسانية تحولت إلى مناظر هذا يطعن في عرض ذاك وهذا يكذب على ذاك وهذا يفتر على ذاك وكل ذلك من أجل تصفية حسابات من فقد السلطة يريد العودة إليها ومن في السلطة يريد أن يبقى فيها ومن ليس له مال لا يريد أن يعمل ويجدهد من أجل أن يكسب المال بل يريد أن يهدم حتى يفقد المال الذي يراه عند غيره هذه ليست قيم نحتاج إلى ثورة طربوية بمعنى الكلمة وخاصة في مجال الإعلام أيها الإنسان، أيها المواطن، ابنك تحول إلى قنبلة موقوطة في بيتك، تحول إلى قناة فضائية، قد يخرب لك المنزل، وقد يخرب لك العائلة، وقد يخرب لك القرية، وقد يخرب لك الوطن، إذا لم تحسن تربيته، تربية إعلامية يدرك كيف يتعامل مع هذا العالم المفتوح من حيث نشر المعلومات، فليس كل ما تعرفه يجب أن تنشره، وليس كل ما تعلمه يجب أن تنقله للناس، وليس كل ما يأتي تهذمه وتصدقه أيها الناس، أيها الناس، إننا في مرحلة صعبة ومرحلة حرجة، الكرة الأرضية تتخبط في أزمات لا نظير لها والاقتصاد العالمي وصل لدرجة لا يمكن وصفها من الانحضار والتأزم والانكماش، كل هذا يحدث، هذا سيزيد في شراسة الدول والحكومات والأنظمة والمنظمات والشبكات السرية والاستخباراتية التي همها الشر ستزداد شراسة وسيزداد استهادى يستهدف ذاك أيها الإنسان، إنني أخاطب فيك إنسانية قبل أن أخاطب فيك أي شيء آخر حذار أن تتسبب في إراقة دم غيره، حذار أن تكون معول هدم ولو بفكرة تنشرها هنا أو تأخذها من هناك الهالم يتنافس على الشر وليس على الخير كل المعطيات تقول أن العالم وقواه الكبرى تتنافس على الشر وأكبر شر تتنافس عليه هي تدمير أوطان الضعفاء التي حباها الله بالخيرات والثروات لماذا كل هذا الكذب؟ هل الديمقراطية تعني نشر هذه الكراهية؟ هل الديمقراطية وحرية التعبير تعني المساس بعراض الآخرين وتدمير أوطانهم والعمل على إشعال حروب أهلية كيفية؟ هل هذه هي الديمقراطية؟ هل هذه هي حقوق الإنسان؟ هل هذه الموافق الدولية؟ هل هذه قيم الإسلام؟ هل هذه قيم والشرائع الأخرى؟ حتى الشرائع والقوانين الوضعية التي يضعها البشر كلها تدعو إلى قيم الأمن وقيم الأمن؟ مناشد فيكم أيها العرب نحن نمر بمرحلة صعبة ومرحلة مصرية فإما أن تعيش في وطنك مهما كانت النقائص ولكن يبقى دائماً الوطن مبني والعمل داخله من أجل المكملات أو تعيش بلا وطن تمحث عن مأوى لصغار صرنا بين خيارين لا ثالثة لهم للأسف الشديد والأدوات التحريضية وما أكثرها هناك من دخل وأصبح محرضاً وهو لا يدري أنه مجرد أداة مستعملة وهناك من يدري ويدري أن الآخرين يدرون ما يدري به ولكن للأسف الشديد يواصل يواصل غثائيته وغوغاءه ويحرض هذا ضد ذاك وهو آمن حيث هو حافظوا على أطانكم حافظوا على أنفسكم حافظوا على بيوتكم حافظوا على عوائلكم أن تبذل جهدك في بناء أسرة وتربية أولاد تربية صالحة ووضع لبنات حقيقية في المجتمع أفضل بكثير مما يقضيه الكثيرون بتضيع أوقاتهم في أشياء لا تفيد شيئاً أعرف الكثيرين والله أعرف الكثير من البشر أعرف الكثير من البشر الزبال أكرمكم الله أمام بيته والمشاكل التي تعيشها قرية ويعلم بها الله مقائص لا تحصى ولا تعد لا طرقات ولا ولا بنا تحتية ولا توزيع المياه المياه ما كانش ولا كهربا ينقطع كل هذا ترك كل هذه الأمور ومشغولي بقضايا دول أخرى لم يصرها في حياة ولا يملك حتى الإمكانيات التي ستجعلها يذهب إليها السبب لماذا؟ لأنه تم تجينه من عبر وسائل الإعلام وعبر هذه الوصائل تم تجينه بمعنى الكلمة ويصير استعماله في أشياء الأخرى لا تعنيه إلى أن يصل في ظل أحلام مزركشة كم من حلم مزركش كتب لشعب ما وكم من حلم مزركش روجت له وسائل إعلام ما ولكن في النهاية عندما غرقت بهم سفيرة وطنهم تخلى عنهم الجميع وصاروا مشغولين بأشياء أخرى شفناهم فضائيات كانوا يتباكون على الشعب السوري إلى أبعد الحدود حتى خيل للكثيرين أن الدول التي تنتمي لها هذه الفضائيات ستفتح أحضانها للسوريين ولكن ما يعانيه الشعب السوري الموجود في هذه الدول لا يمكن وصفه بل أنه هناك فضائيات غيرت جلدها وبدلته وبدلت خطابها من خطاب البكاء إلى فحيح الأفاعي ودموعها التي كانت دموع تسيب حزنا وكمدا على فلذات أكباد الناس تحولت إلى دموع تنسيح بمعنى الكلمة لا يوجد لا يوجد من يأتي من بعيد ويبني لك وطنك أيها الجزائر أيها التوريس أيها الليبي أيها المواطن العربي في كل دولة من دول العرب لا يوجد من يأتيك من هناك ويبني لك وطنك وطنك أنت الذي تبيه وأنت الذي تحافظ عليه وإن كنت تتوهم بأنه إذا ضأت أن البناء بناء الوطن يأتي بعد تدميره وتهديمه فأنت واهل فإذا تفكك الوطن والعقد الاجتماعي بين الواطنين فلا حل له إلا تقسيم هذا الوطن ومسحه من الخريط حافظوا على عوطانكم شفناهم دول كيف عاشوا في مآسي ولكنهم لما أدركوا أن بناء الوطن يكون بأبناء الوطن يكون بأبناء الوطن يكون بالنخب الوطن يتم اختيار الناس المناسبين الرجل المناسب في المكان المناسب والمرأة المناسبة في المكان المناسب والتنافس يكون على مشاريع بناء وليس على مشاريع حدد هكذا تبنى الأوطان شوفوا ألمانيا كيف كانت وين وصلت شوفوا اليابان شوفوا كثير من الدول كيف كانت وصلت لأنها أدركت أنه لا يمكن بناء الوطن إن لم يتم بناء الإنسان أيها الحكام العرب أيها الحكام في كل الدول العربية أيها المواطنون أدركوا جيدا أنه لا يمكن أن يحدث التغيير نحو الأحسن ولا يمكن تشييد الوطن إلا من تعاون جميعا على بناء الإنسان وصناعته وهذا لن يكون دور حاكم ولن يكون دور عالم ولن يكون دور معلم ولن يكون دور مثقف ولا دور إعلامي بل يكون دور للجميع فالأب في الأسرة هو كل شيء وهكذا وتوسع الأمر إلى أن يصل إلى صاحب القرار في البلد عندما نتعاون جميعا وبصدق ونتجاوز لأخطاء بعضنا فلا يوجد من لا يخطئ لا جل من لا يخطئ إذا كان حاكم سيخطئ وإذا كان محكوم سيخطئ وإذا لم نتعلم كيف نتجاوز الأخطاء لبعضنا البعض فإننا في النهاية سنتحول من تلك الأخطاء بدل أن تكون دروس وعبر لنا نتجاوزها ونذهب إلى الصواب ستتحول إلى معول هدم تؤدي إلى الخرام هذا ما أردت أن أقوله لكم في هذه المداخلة الاستثنائية ألقاكم بخير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله